لك هذا هو يلي يطبخ حاله بحاله كان عمي هيك فتخبز هيك 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 وخلت طباخ روحه وياكله معه وبصلك أم سامر خربطت ها؟ خربطت ومرشله هنعنا عامت بلانان عطوم ما اسمه طباخ روحه أفدا لا نحنا يا جماعة كل السوريين متعودين على كلمة هلأ أبورجيك هلأ أبورجيك أنه فيه أتلة وفي شيك يعني فيه ناقة يا سلام على البق بق أنا شوفي لي الطباخ روحه وهيك عبي يطبخ روحه يا سلام وياسر تأخذ العقل يا أم سامرة عن جد سامر دك تخبرنا شو كمية هالبندورة هاي دعم الأكلة أكلت شو؟ طباخ روحه طباخ روحه شو هالاسم الغريب هاي طباخ روحه ليش بسموه طباخ روحه؟ ولا أسأله تعرفيها الأكلة زينة؟ أي بعضها تحبيها؟ أي تحبها ما فيه شي هنه شو بسموه بس طباخ روحه ولا بفيه إلأ اسم تاني؟ يمكن إلأ اسماء كثير يعني وقداش على خضره هون أمي؟ على نص كيلو كوسة كيلو بيتنجان كيلو ونصب دورة وبسلتي بس هدول كتير كبار ما شاء الله ليش هيك جاوبتين هون أمي؟ هذا ماما الكوسة هي التركية أي بعرف ليش ما لقيتين السورية الغيرة؟ ما رحت عندي السوري أهههههههه بطرق لك مشوار اللى عنده كتير بعيد هلا بالنسبة لهي الهي الاتلة نفس الطعمة أي نفس الشي ما بيفرقوا شي نعم على الحالتين دي قدائهم ايه على الحارتين هي بده تكون الكوسة مكعبة ايه وقت مضبوط والبيتنجان بيشتغل ايه بيتنجان؟ ايه بيتنجان ايه اه تمام ايه هاي الاكلة شو ما عملتها بتصبوك ايه بيتنجان الكبير النحيف الطويل كله بس انا سمعتك قلتلي انه بدنا بندورة تكون مستوية مختمرة مختمرة شو يعني مختمرة يعني هيك طريقة يعني تكون حمرة هيك و مستوية هيك فيها عصير البندورة هيك يكون شو هيك تقشر توم حاج تاخد تعطي معي تعالى شئ انا دي اسألك كنت انه ليش حاطس صحي التوم قدامي امي مشان تقشيره انا ما ايه عندي تاريخ حافل بموضوع تقشير التوم ايه يعني انا بشغلك اسهل شغلة اسهل شغلة هي اسهل شغلة ايه كان شو اصعب شغلة زي اسهل شغلة يعني فيه لستة تقشير بيتنجان فرم البصل ايوه هدول هدول زينا تعرك لياهم بالكواليس ايوه قديش عنا توم هون صعيب والله هو يعني اذا بتقشر لي خلص روز توم لرمضان بيكوال شيرك وينك وين رمضان لست في عشر تيام قدام والله لا حاسي المتعبين اجروا لي كيس تومي يعطوني اقولي لحاج تاخلي خلي محمد يقشر توم مين قالك بالفيديو الماضي كتاب بنا وتعليقات حمودة عندي يموني لرمضان تقشر توم انا هيك حاسي حيجي يقولولي هنجبلك كيس توم مقشر وحاج تخلي محمد يقشر توم عن جد انا بتعرف لاش تخلي قشر توم الصراحة الصراحة بيني وبين كلها تقلو له هو مو يصنعين لمشان يحل عني أه أيوه شوان تشتغلي بالطبخة بدون مع ازاجأ لمشان يحل عني شوي ا 예�حسد ما يقعد ينقق ينقق مين اليك بالعاكس بتسلى كمان اللهم عم عم أنى كنا عم أنى بأشرة توم بأخذ وبأحطي فلان اقشر أشر...حب Gay لش البندورة عم بتأشريها، شرينها مع ان أشريك لا لي لا بتنحطه باشرة. بتفتل الاشرة بالأكل. يعني بس طبخية باشرة على البندورة بيطلع لك انت عم تاكلي اشرة هيك مفتولة هيك. اي اي صح. لان هدولة بدي اخدهن واخلطهن على الخلاط. تحطوه اشرة البندورة للطبخة يا جماعة انت. اي اخلطهن على الخلاط وباخدو بصفيو. اي اي اول مرة بسمع فيي على فكرة. اول مرة بسمع في. والله انفكرة يكبون انا. اي اولا بيكبون عادي بس ان فيهم طعم كتير طيبة. قبل ما يجي رمضان يعني بشي ثلاثة يعني اي ساويلي شي كيلي انتم اي اطحنون عربهم قطرميس وحطهم بالفريزة هلأ داك تفرجينها كيف تقطع البندورة طعا قطع كبيرة طعا كبيرة مو صغيرة لا مو صغيرة ليش ما اخليتي ابرد هو اقطع ابرد يقشر بيتنجانات يا حبيبي امي هلأ انا خلصت لك التومات هلأ اخلصتها اي اقشر بيتنجانات لقيت لك شغلي انا تأشير؟ اي والله اي تأشير شليك الامعة اي لك والله لبيتنجانات خرج شون مكدوس خرج فتت مكدوس اي نعمل لهم لا عملناها عملناها اي نعملها برمضان نعملها برمضان بس الطريقة جديدة اي اي ان شاء الله ما بحب هيل اشارة ريال اي هي ما بحبها انا وطعطني ايها دائما هيك يا امي جيب اشارتك روح جيب اشارتي اشارتك مزريفة شو في اشارتك سريعة بشارتي الظريفة بشارتك الظريفة بشارتك المزريفة هلأ هنه في ناس بسموها طباخ روحة لانه هي بتطبخ حالة اي انه انت تحطي مثلا المكونات كلها جواتها جوات طنجرة يعني لهن الخضرة وبتطبخ هي لحق تطبخ حالة يعني برلو اي لانه يعني بتحطيها على الغاز هلأ بالطبقية كلها ياتا بتحطيها على الغاز ما بتحركيها ما في تروحي تجيب حرية اي ابدا اذا الوحدة بدت تحركها هيك تفوت معلقة هيك هيك شوي ما كتير لانه اذا حركتها بتتقطع الشقف وفي ناس بيسموها سبع دول اي ليش لانه في عدة خضار اي شان هيك اكيد لو معنا تاني هو هذا احد الاسباب الى معنا تاني طباخ روحة شلون يعني يعني اكيد في قصة او شغل مثل حرق اصبعوا واحد حرق اصبع طووم اي شو بدي يقول لك يعني ما سنواعد حط حاله بالطنجرة اي اي في ناس بيحطوا دحتها عص عايز بناس بيحط اكل واحد يعني ناس بيحطوا لتمر هندي او انا ما فيحط للتمر هندي حمد ما بيحب الحامل اشها ما يقلوا لي ليش ما حطي تى لتمر هندي هي بقول الصورة بنحط له اي بإنحط له شي هيك فنجان قهوة يعني اي شوفي كمان شغلات بنحط له غير هيك بطاطا ما بنحط له الا بطاطاлена بالنا متتمنحل له كيف تعملوا طباخ روحة يا جماعة خلاني خربت بتعرفي كنت حاخد البيت نجاني وقطع انتي عم تخربت بدون ما انا خربتك لا تحججي فيني هاي متابعين بيعرفوا انا بخربت شيء ما بخربت بس المنوخية شو قلت عنها حلت المل بدها خلت المل هاي بندورات خلصو ماشاء الله بسرعة خلصتين يلا ورجينا شلوم بديك تقطعي البيت نجان هلا هلا بورجيك يلا شو هلا بورجيك بورجيك لا نحنا يا جماعة كل السوريين متعودين على كلمة هلا بورجيك هلا بورجيك انه في قتلة او في شيء يعني في حناقة سوف الخضرة هيك ده تقطع هيك البيت نجان اصدق كل شيء ايوال الخضرة او البيت نجان هذول اما ان شاء الله بي تقشر الكوسة كمان لا الكوسة لا ماما الكوسة ما بتتأشرت صحيح مالله هي بتجرب معلي لا اي بتتأشرت بتتأشرت ها بتتأشرت بتتأكل اشرتها اي بس هي حينها تتأشرت هي فاقتها بأشرتها ما رأيك يا حمدي بعمل برغول بكوساية برغول بكوساية امي هي الاكلة ما بحبة بدا تعرف انتي اي بشان اكلتين اني نعملها لا بارش شان هكتة احر شك انا اي برغول دعم المشاهدي اي انا بحب كوسة بالكوسة محشية فقط بس و المتبّل كوسة ضيئة كوسة مقلية كوسة مقلية ؟ لا بتنقلة مافيقة انا ما بتنعبل متبّك لما تكون مثلاً عامل حفلة مقالي حفلة مقالي فيها شيء في ناس لأنه بيكونوا عاملين مقالي سيران مقالي بيقل له بصل كله كل شيء بيقلي إذا بدي حشية بدي كعسة رز طب هلأ هيا شو المشكلة بأنك انت كحشية؟ لك ما فيها شيء صعي كبار كوسايات الأتراك بس ليك قلبها محل اي لا زريفة بيضة هي مشكلتها أنه الوسع بالطنجرة لا حتى النكهة لا بس يعني شلو مدي حفرة حفرة ما بتأديها ما بتوصل تحشية منهم تحفرية تحشية منهم تحفرية شو استفدنا؟ تحشية من طرفين اي صح هيك ها شايف قطعة كبيرة هيك حتى البصل كمان هيك اوه قطعة كبيرة هي بدي قطعة الدفة بس لأنه حمودة عم نقشل لديتي نجانا لك صعي ما بركتونا على الطاولة الجديدة ورجونيها هزينا هي صغيرة شوي بس بس حلوة كتير حلوة هاي الطاولة يا جماعة نحن ما جبناها للمطبخ جبتها إلي نصور عليها فيديوهات قصيرة ما هيحكي عنا شي هلا ان شاء الله قريبا نتعرفها بس أمه استخدمت له ياها اي أمي بعد ما ركبت قد يجدل عم ركب فيها قليلهم طوال نهار اي شي خمس ساعات زينا كل شوي تحاكيني على التليفون الا هلا عم ركب الطاولة طوال نهار يعني ما فطر فضر الساعة خمسة اي فطرت الساعة خمسة كتير بتاع كل شغل جبتها من إيكيا وانتو بتعرفوا إيكيا كل القطاع اللي بإيكيا انت بتركبها انت بتركبها انت بتركبها يا عيني على منظر الخضرة هذا اللي بياخد العقل هلأ التطبيق هلأ صرنا ما نطبق هلأ طبق بنات ولا تطبيق لا يه خطيتي هون لا نطبق يعني للخضرة وشك هالوش ووشك هالوش هلأ قبل ما أخطب ما كنا نطلعنا ويهاكي وكتطبق بناتك لا ما اطبق لا ما اطبق لا ما عنديك حركة لا ما عندو هاي قصص هاي هون عنا شقفلية تمام دهنة يعني ناس بيقولوا ليه ناس بيقولوا دهنة هدول سعلكتي هون لا هدول ما علي سعلكتون ما بينسلقوا هدول هون عندي مسكيلو لحمة هبره انا ما بحطة هون دغري بطبق او بطبق فوق الطباخ روحو وما بحب هاي الحركة بتطلع الزنخة بالطباخ روحه اه اي صح مصبوك ايوه انا فورت عليها بس تفوير ها هليكها مع بصلي يعني ما استويت على الأخير لا ما استويت بس امي سؤال ليش البصلي تحطيها مشان الزنخة هاي بتصحب الزنخة هاي بصلي هاي على الكبر خلاص ما بستعملها أبدا يعني انا الشيطلة الزفرة للحمة وبس هاشوف مرقتها ما فيها شي شوفها هلا بنحط في الفح المعلقة مليانر لا اجب لك اترمز الكمون لحظة لا 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 ما انتاكمون اهدا عليشو كل شغلي عنده وابدا كمون ايه هلا من ساقيت اول خطوة البصر يلا اول طبقة هاي اول طبقة من فريدون فريد مو بقرنة واحدة فريد وخدلك زاوية مو بقرنة واحدة يلا عم يشلف وعم يشلفهم هاي والله انتي خلاص فرف ديوم مع ايتك بخلص انتي بدا يخلص يصور جوعان والله جدا يعني هاي بدا عالغا الساعة لا شو هالحكي اي والله غدرتيني امي ما قلتيني الحكي لا بدا ساعة لتلي عشر دقايق تخلص يعني بدا شي ثلتة ربعة الساعة اه هي قصد عشر دقايق بما نقطون ونحطهم بالطنجرة اي عشر دقايق يعني شغل تقطيعه وكي اي 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 ماشا لا تقولوا له شو صارت هلأ الكوسة ايوا يعني الكوسة مع حلا بتشهي شاهيت اعمل برغو الكوسة اي والله استرجعنا البرغو الكوسة اي والله هاي طيبة كتير اذا عاجبتك الكوسة كتيرة اعملنا متبه الكوسة يلا ساقتلي البيت نجانات والبيت نجانات طبقات طبقات اي هي هيك وما بتتحرك يعني من المرة بتفوت تستي البيت تعملها هيك بالمعلقة شوة بس ما بتتحريك ابدا شوفي اذا انتبهت زينة تطبيق شلون اه الشغلات الاسية تحت وشوي شوي تطلع الى الشغلات الطريقة اي صح هلأ اشوف هادا هادا حد مو كتير يعني وهذا مو حد هادا اختيار هادا اختيار كل واحد واحد اي هو كل واحد ما بيحب متل ما بيحب يعني هادول انا معلقة دبس بندورة معلقة وانا الاشراط البندورة خلطتهم على الخلاط وصفيتهم هادول هنا شوفيه مع نص معلقة ملح هلأ هادول بكتتهم هيك هلا هو هاد حتى هادا الصوص في ناس انا بعرف كي منهم بيكتروا ومنهم بيقللوا اي كل واحد حسب ما بدو انا هلأ اذا لقيتها وقت استويت لونة فاهي برجع بحط لها شوي دبس بندورة اذا لقيتها لونة تمام خلاص تمام طيب هلأ سؤال قبل ما تحطي هاي الصلصة اذا ما هننحبوا مثلا ياخدوا يقشر ويحطوا بالخلاط ممكن يكون فيه الى بديل اي ما في دبس بندورة اي يحطوا بس دبس بندورة اي دبس بندورة عادي بيعطي طعمة كثيرة طيبة للأكلة اذا ما بدو يساووا يحطوا دبس بندورة اي بس يحطوا دبس بندورة بس بندورة مع مي طبعا بيدوبوا بزبدية معلقة دبس بندورة حسب هن ما عم يعملوا هلأ البندورة هي البندورة هاي بتنزل مي اصلا لا والله اول دي حط الملح امسا عمل خربطت ها معلقة ملح وهلأ منطبق البندورة ومنطبق شي تاني البندورة البندورة بس انا على فكرة تنجرة ما هتساع هلأ هذو كلهم بدون ينزلوا اه هي هلأ الكوسة بتنجان بيهبط كله بيهبط والبصل بيدبال كله كله هلأ بتحطيله مي فوقه شي؟ هلأ غطيه على الغاز اه نار عالي ولا واطي؟ لا اول شي نار عادي وسط يعني بعدين بتنوصي تحته يا سلام على البقبقة انا شوفيلي الطباخ روحه وهو عبيتبوخ روحه هلأ هون عنا راستو مدقو قبل ما تحطي شي ابدا قدي صلى على الغاز؟ صلى ساعة ساعة كاملة طب كيف اتأكدت انه استويت؟ طلعت قطعة كوسة وطلعت قطعة بيتنجا هم لقيتها مستوية دايبة والمرأة تعقدت شوف محلها شوف المرأة هلأ بتنزلي راستون؟ ايه بنزل راستون بس اول دي دوبوه هيك شوي ميطلع دعبولي بقرنى واحدة هلأ شو اللي بيجي بريحة الطباخ روحه؟ بالنعنى معلقة مليانة معلقة كبيرة؟ ومن الرشل له هالنعنعات هلأ صار طباخ روحه؟ بالنعنى؟ عجل طلعت لي هالطباخ روحه هلأ بتطلعت لي هالطباخ روحه؟ انا بظن المتابين ضربت عينهم على التنجرة هاي كمان؟ شوفي هالطباخ روحه هاي شربة بصل فرنسية فرنسية؟ يعني جاي بتيها سكارسة من فرنسا لهون ايه والله دوقتني معلقة كتير طيبة والله انا بحبها شربة البصل كتير معناتا بناعملوني هالطباخ انا لسه في شغلات نوميك هنعكلها شربة بصل ع طريقه زينه شون هنعكلها طيان؟ نحطها فخارة مع جبنة وخبص ايه ايه يجهزتهم كله يعني عنا اكلتين اليوم شوف لما تحط النعنعش لو بيصير لونه ايه تغمأ ايه صح هلا قديش هلا ع السكب دغري؟ هلا ع السكب صار جاهزة شوف هادي عم يصبح هادي عم يصبح هدول اللي يمو الك حمودة ايوه انت الك الاحمر وين اللحمة مو شايف اللحمة انا تحت تحت اه هلا من الملة هيك من تحت ايه لك هذا هو يلي طبخ حاله بحاله يا عيني عطباخ روحه يا امثامي ما حدا طبخه لحاله من طبخ لحاله يعني حتى ايه انا حالة قطعي فمو شد طنجرة هاك حالة قطعي هاك حالة قطعي من قطعي ومين غقق الشرق هوا اسو طبخ روحه هوا اسو طبخ روحه هلأ جاهزين امي؟ هلا سكبناهم بجاط هاك وين الزينة؟ ما في زينة شاية ما بيتزين لحاله وشبتك الزينة؟ يلا هي عنا زينة تكفي زينة بقدونس هي عنا زنزون يلا بسم الله جاهزين؟ عبيلا لأم سامير اول شي ما رأيك؟ يلا هل إنتبئك أو بلاها؟ بلاها إنما إنه م Mir- やل إنتم لا يا أمي، أنا عبيت لك أنت عندما تقنوا على الصنعات هيا ابريت لي من هنا، خضراء هيا... هيا.. هيا.. هيا .. هياً.. هياً .. لا أريدك لحمة هياً.. هيا .. يوجد لحمة كثيراً نحن.. هياً .. هياً.. 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 هياً .. هياً.. 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 هياً .. هياً.. هياً .. هياً .. شكراً أنا هيك لأمي بالأمي.. لنريد تبادو عفكرا في ناس فلفل يكمت وبرغول اي في ناس يتط рук Tackkill لا بحروق,,لا برضل ومضح ena offspring اي اي هو بتاكل اساسا بالمعلقة بتاكل بالمعلقة او معاك avec grabbing او بالخبز ي passwords يا جماعة اللي طباخ روحوا اصولوا بالخبز هيك لازم يتاكل. انا هيك بعرف اصولوا بالخبز يعني المعلقة بتاكل الو ما فيو شي بس habl Captain خبز قطيب, وہ طيب ي берه اناس باخداء في ناس بف Tokyok bydir فتة خبز هيك بيخلطوهن و بيعكلوه والله عن جد والله ايه والله هيك عمي كان يعني كان عمي هيك لفت خبز هيك 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 و خلت طباخ روح و اياكله معه وبصلي والله معه وبصلي هي بصليل بصلي تذكرتها لا تذكر والله طيب يا شكلة مجربها شو رأيه عن جد هيك عجبتني الفكرة هيك هيك هلأ عفكرة انتي امي وانتي عم تسكبيون انا تذكرت شغلة انت هاي الاكل هما كنت نغ BLO ياها كنت تحطي فيها عصى عايز اي عصى عايز صح اي مزبوك هلأ تذكرت هلأ تذكرت وهانت شافت النعنة عمان ووقت شافت النعنة و هالقصص هي يلا بسم الله وشو رأيك بهات ارنفلافلي فاطلا يا سلام ها هيك عليته اصدر ما قطعته شوفينيها اللقمة تلزون طيب العقل يعيني بسم الله يا سلام و يا سلام اخذ العقل يا ام سمرة عن جد كتير طيبة يا جماعة كتير كتير اي والله انا غرت منك امي بدي جربها اي جرب شو رأيك هممم عن جد كتير طيبة ايه عن جد انا هيك بالذكر عجبتني هاي الفكرة فدتوا خبزة يا جماعة كتير طيبة كالنو امي هي الاكلة شتوية يعني شتوية شتوية بامتياز لانه عن جد اكلتها تفيت ايه ما بعرف حسيتها هيكة يعني عبتني حرارة شوبت هو المطفخ لانه صخن ايه طبخة من الغاز من الغاز انه شعرين الغاز كلنا وريح الطباخ روحه هفة بالبيت كله بالبناية كله عن جد ايه شو ما قلت لي شو رأيك بتاخد العقل والله بتجنن كتير كتير طيبة يعني شو بدا يكون رأيي طبخ ام سامر يعني ارخي لقلبك مع عيني عليكي شوف اللحمة شوف اللحمة شنو شوف شنو شوف قلبة احمر شوف انا بتدوق الامر يا زنزون يلا صغيرة بس صغيرة يلا هاي اخدت لك تقفة لحمة سنة يا رب ايه بالله يدوقي حطت لها خضرة وعضي عضة فلافلة وراها دعمت لها ياها لا تخافي كتير طيبة كتير طيبة تشبه كباب الهندي ام شوية النعنع بميزة كتير بس بتشبه المحاشي شوي ايه لانه فيها نعنع وتوم لانه المحاشي فيها نعنع ايه المرأة هي هيك بتشبه المحاشي هي المرأة يقولوا انه شو اول مرة يدوق طبخات امه ايه وكذا يا جماعة هو قالكم اصلا انه ضل خمس سنين بدون طبخات امه ايه فعم يتذكر فانسي الطبخ هو يتذكر الطبخات وشان هيك هو ايه صح بس نحن المشكلة انه جاوبنا على هذا الحكي يعني نحن حكينا ايه يا جماعة انا بعدت عن امي خمس سنين ايه كل فيديو تكتب لنا شو اول مرة تدوق هاي الطبخة من امك ايه اول مرة يعني مو اول مرة بحياتي يعني كان صغير اخر مرة ايه يعني هو قعد خمس سنين يأكل مثلا طبخات بسيطة ما يأكل هيك اكلات لانه ما حدا يطبخ له ايه ويأكل اكل جاهز فاجيت انا عوضته كل هاي الاكلات الكب اللبنية الكب المقليل الورق العنب هاي كلها ما بيقدر يعملها ايه صح صح قليل تلاقي شب هذول اكلات يعملها ايه ايه وفي اكلات كمان عمناها كنت اول مرة بدوقة من 5 سنين ام ايه ام اكنا كبير في اكلات ايه ايه يعني اول مرة بدوقت من ايدي امي بعد فترة 5 سنين عنجد يسلم ايديك يا امسي عمي اخوان هو عندما طلع كان كتير صغير يعني ما كتير كبير كان اي والله سبتعاش سنة كان عمري كان عمري سبتعاشر سنة وهايك كانت طباخ روحه على طريقة امسامير إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطونا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس والطباخ روح وما تباح حاله والله يا أمي أنت طبختي لا والله شغلته بسيطة وسهلة عن جد من قطيب الأكلات يلي بتنعمل بفترة يعني بدون تعب ما تقوم بشغلة كتير فيه تقطيب وكذا بس ما فيه نقع ومدري شو عمل وساوي هيك ايوه ما فيه هاي القصص ايه كتير سهلة إذا واحد جعبا له محاشي بيعملها هي بيعمل تباح بيعملها هي بيعملها هي أهم شي لعص عيس يا ريتك حطتي لعص عيس والله رعن بالي رعن بالي لا والله بس هيك طيبة كمان سلم إيديك عن جد الله يسلم ما بتنعملي بجاج ما لا بجاج كل شي إلا الجاج يلا أنا هاخد صحني ويطلع لبرأس ناول الشوربة لبعزينة كمان يلا أمشي يلا ايه نحن ندوق الشوربة تبعز نزوم اي والله يلا يلا مين صحني ويه مصحني سيت صحني أنا